قالت فرنسا إن على روسيا وإيران وقفت ضربات الجوية التي تستهدف المدنيين في سوريا والوصول إلى وقف نهائي للأعمال القتالية عقب المجزرة التي ارتكبتها طائرات روسية في بلدة الأتارب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنيغو موتيي أكدت على إدانة فرنسا لعمليات القصف في الأتارب التي تسببت بمقتل 61 مدنيا كان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن ثلاث ضربات جوية استهدفت بلدة الأتارب التي تسيطر عليها المعارضة غربية حلب وأوقعت عشرات القتلى في صفوف المدنيين